السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في قناتي معكم علاء عمر يارب تكونوا جميعا بخير النهاردة بإذن الله معادنا مع الروتين الشهري آآ لمشتريات الشهر آآ ما عارفة ان انا اتأخرت عنكم كده شهرين ولا حاجة في ان احنا ننزل الفيديو ده لكن بناءا عن رغبتكم رجعتله تاني عشان تستفادوا ويارب يكون فعلا الفيديو مفيد بالنسبة لكم حنقول تلوقتي العروض والاسعار وكمان الفرع اللي انا بشتري منه الحاجة بتاعتي من السوبر ماركت تعالوا نسمي الله ونبدأ الفيديو مع بعض قبل ما نبدأ مع بعض عايزة اشكر طبعا كل المتابعين اللي طلبوا مني فيديو المشتريات الشهرية ربنا يبرك فيكم يا رب وطبعا حقكم علي آآ وحب اشكر بالاخص صفاء عبدالعزيز حبيبة قلبي من احدى متابعين القناة اللي طلبوا مني الفيديو بالتحديد طبعا هي وغيرها لكن عشان انا وعدتها ان انا اذكر اسمها فحبيت ان انا اقول اسمك يا صفاء يلا بينا نبدأ الفيديو النهاردة انا اشتريت طلبات بتاعتي بالتليفون آآ من فتحالة آآ السوبر ماركت فتحالة المعروف طبعا آآ بتتصلي على الرقم خمستاشر ميتين وستين بيوصلك من اقرب فرع بالنسبالك لو مش عايز اقرب فرع ممكن تحددي الفرع بالتحديد اللي يجيلك منه الطلبات مع دومش مشكلة في الموضوع ده انا الطلبات بتاعتي دايما تجيلي من فرع اكتوبر بما انه اقرب لابو يوسف العجمي في منطق في مدينة اسكندرية او في محاصلة اسكندرية آآ بما اني انا دايما متعودة اروح فرع العجمي ستار فمتعودة على الحاجات اللي هناك وعارفة الاماكن بتاعتها فين عارفة الاسعار ببقى يعني متعودة علي اكتر فطلبت المرة دي الحاجة تجيلي من فتحالة العجمي ستار لانه بيبقى في حاجات مميزة في الفرع ده والحمد لله الحاجة جات لي زي ما طلبتها بالزبط تعالوا بقى نستعرض كده الحاجة بتاعتنا الفرع ده موجود في العجمي في منطقة البيتاش في آآ مول العجمي ستار فرع كبير جدا ودعالوا بقى نشوف دلوقت العروض والاسعار والحاجات اللي انا طلبتها اول حاجة انا طلبتها معي وهي رز المطبخ وقلت لكم قبل كده ان انا دايما بحب اجيب الخمسة كيلو على بعض لو انا ما عنديش كمية من الرز او هستخدمها للشهر كله تاني حاجة جبتها وهي زيت آآ دوار الشمس انا جبته من بلانك ده تاني مرة او تالت مرة تقريبا استخدمه هو مستورد وجبت اللترا 600 ملي عشان استهلاكي ما بقاش كبير على الزيوت النباتية يعني بستخدم زيت الزتون وبدخل الزبدة والسمنة الطبيعي اكتر فحبيت ان انا اقل الكمية الزيت فلاقيت فعلا ان كيلو او لتر 600 ملي بيناسبني جدا طول الشهر وده زيت دوار الشمس بستخدمه مع الزبدة والزيت بستخدمه في الطبخ عادي جدا ممكن في الحلويات ايا كان يعني بس هو استخدمه نظيف قوي وهو اصلا زي ما قلت لكم مستورد من اوكرانيا تمام سعره كان سبعة وخمسين جنيه نازل عليه خصم تمانية جنيه هو تقريبا كان سعره تمانية واربعين جنيه حاجة زي كده يعني جبت كمان لبن المراعي زي ما بتشوفوه معايا دايما بس انا مرة دي طلبت كمية اكتر شوية كنت دايما بطلب مسلا ست زجاجات الزجاجة الواحدة بتبقى لتر المرة دي انا طلبت تمانية عشان لما بيخلص بصراحة بدوخ على ما انا اشتري باسعار زي اسعار فتحالة فهما بعتلي شرينك فالصفات حمنه ثلاث ازايز تقريبا انا واخدت تمانية بس فهو وعاتلي الشرينك كده بتمن ازايز اه سعر الازازة او سعر اللتر سبعتاشر جنيه خمسة وسبعين نازل عليه خصم جنيه لكل ازازة يعني اللتر تقريبا بستاشر جنيه خمسة وسبعين كامل الدسم اهو ده شكل الازازة هم غيروا شكل العبوة لكن نفس المكونات وكل حاجة لبن طبيعي مبسطر بدون لبن بودرة وبدون مواد صناعية من الحاجات اللي مؤخرا بقيت قلقيها فتحالة وبتعجبني جدا هو زيت هو عصير البرتقان الفرش بصوا ده بتكون فيه هناك عصارة فرش طبيعية جدا فيها برتقان بتتعصر قدامك بتنزل العصير فرش وهما بيعبوه في ازايز محدش تقريبا بيلمس العصير بقديه مجارة بس بيحطوه له لهطة وخلاص وده اه كان عرض اتنين ازازة بسعر خمسة وعشرين جنيه الازازة الواحدة بتكون تممية وخمسين ملي يعني اللتر اللي حاجة بسيطة فابتخذي الازازتين دول برتقان طبيعي بخمسة وعشرين جنيه وفيه سفان دي كمان بس انا حبيت اجيب البرتقان مش عصير السفان دي عايز اريكم كمان زيت الزتون زيت الزتون ده اسمه دلسة حواريه لكم يعني بالتفصيل لانه هو فيه آآ شوية معلومات كده دايما بتكلمكم معنا لما بنيجي نشتري زيت الزتون الزيت ده يعني بكر ممتاز وده آآ مستورد ما هواش مصري رغم ان فيه حاجات مصري حلوة جدا بس انا دايما بمشي مع العروض اللي عليه عرض وسعره كويس وجودته كويسة هو ده اللي انا بشتريه تمام تمام اهما حاجة انه هو طبعا لازم تري عليه انه هو خليه من الكوليسترول عصر اولى على البارد ودي مهمة برضو لان اللي على الساخن بيفقد شوية من قيمته الغزائية المعيار بتاعه او الكمية بتاعته خمسمية ملي وهو صناعة آآ مغربية او تونسية استنى انا هتاكد بس او هو صناعة تونسية وعايز اقول لكم هو ممتاز جدا ده كان آآ سعره ده سعره تسعين جنيه هو آآ بعد الخاص بلان العرض اللي عليه كان بتسعين جنيه بدل مية وشوية آآ هتاكد لكم من السعر تمام بس هو يعني الزيت الزتون معروف ان هو غالي كميته بتكون قليلة ولكن آآ السعر بتاعه بتكون عالي قوي وهو بيكون لونه اخضر ومهمة قوي ان الازازة بتاعته تكون غمقة زي ما انتم شايفين يعني ده مش لون الزيت ده لون الازازة الازازة كلها فمية بالشكل ده واهم حاجة انها هتكون ازاز زي ما انتم شايفين برضو عشان تحافظ على جودة الزيت لانه بيتعرض للحرارة او الضوء او المعادن بيتاكسد وما وبيفقد قيمة كبيرة من آآ بيفقد كمية كبيرة من قمة الغزائية تمام فدي حاجة مهمة قوي وانتم بتشتروا زيت الزيتون مش مهم الماركة قدموا مهم آآ الحاجات اللي بتشتروا بيها الزيت كنت عايز اقوليكم كمان الكمبوت ده الولاد عندي بيحبوا الاناناس وانا بصراحة يعني فشلت كتير ان انا اجيب الاناناسة الصمرة نفسها آآ ما بعرفش اقشرها ولا قطعها وبتبقى مش آآ كويسة خالص معي فدايما لما بحب اجيب الاناناس اجيبوا الكمبوت الجاهز ده شرائح من الاناناس محطوطة في محلول حفظ تقدروا تشيلوا منها المية وتقدروا تشطفوها منها لكن هي طعمها حلوة جدا الكمية دي بتكون آآ تمنمية وخمسين جرام ده الوزن الصافي ووزن الفكهة نفسها ربعمية وتسعين جرام دي كانت عاملة اربعة واربعين جنيه بعد الخصم بدل خمسة وخمسين جنيه تمام كده كنت عايزة وليكم كمان السمنة انا جبت عبوة صغيرة من السمنة آآ دي سمنة فرن ناس كتير اول ما هتشوفها هتقول لي فرن مش طبيعية ودهون مهدرجة لكن دي السمنة مش الزبدة الدهون اللي مش طبيعية في فرن بتكون الزبدة الصفرة المصنعة لكن السمنة بتاعتهم بتكون طبيعي مية في المية ما فيهاش اي دهون مهدرجة ما مصنوعة من اللبن الصافي ونسبة الدسم بتاعته وتسعة وتسعين وتمانية من عشرة اهو ومصنوعة آآ في نيوزيلاندا تمام وكلها غنية باللبن الحليب مش بقلبان آآ مش بدهون نباتية ولا مهدرجة ولا اي حاجة العبوة دي كانت سبعمائة جرام سعرها كان تسعين جنيه سعرها كان خمسة وتسعين جنيه بدل مية وعشرة نزل عليها خاص بخمستاشر جنيه سبعمائة جرام زي ما اتفرنا جبت كمان العرض بتاع الكاتشب كاتشب هاينز عبوة معاها التانية مجانا بس طبعا المجانة دي بتبقى هط شوية اللي هي بتبقى حرة آآ العرض ده باتنين وعشرين جنيه بدل سبعة وعشرين تمام كاتشب هاينز يعني لغينا عنه في وجود اطفال بان بقى اي اكلة جبت الشعرية من ريجينا العبوة اللي هي ربعمية جرام سعرها عامل عشرة جنيه وربعة طبعا الاسعار عالية قوي بصراحة كيس زي ده صغير ربعشرة جنيه صعبا صعب قوي بس يعني الحمد لله على كل حال انا جبت منه كيسين بس لاني ملقتش العبوات الكيلو وآآ جبت لسان العصفور من حوة لان اللسان العصفور بتاعه بتبقى رفيعة وطويلة لو انا بحبها كده ما بحبش التخينها القصيرة دي ربعمية جرام برضو سعرها عامل ستة جنيه وربعة جبت كمان مكارونا الشوفان دايما بحب اشتريها معاكم آآ دي من دوبيلا ما بيبقاش عليها عروض ولا حاجة لان هي اصلا بتبقى غارية لوحدها دي ربعمية جرام وسعرها تمانية وعشرين جنيه بس عايز اقول لكم ممتازة طعمها حلو جدا وبستخدمها على طول معاكم بتشوفوها معاي في الروتينات كتير اكيد جبت كمان بصل لان ما كانش عندي بصل خالص البصل في فتح الله سعره اربعة جنيه ونص جبت تلاتة كيلو هو بيبقى موجود معبق كده على طول في اكياس وجوه الكيس آآ يعني بصوا الكيس هتلاقوه كمان بقفل من فوق كده وتلقي جواء آآ شبكة فيها البصل شبكة خضار كده فيها البصل وزي ما قلتلكم انا طلبت تلاتة كيلو فهو حضيتلي اتنين فرضاني برا السلة او برا الشبكة عشان يزبط الليزان فسعره تقريبا زي برا مفيش اي اختلاف خالص ده اللي انا جبته من قسم الخضار والفاكهة الفريش وجبت كمان كيوي آآ سعر الكيلو عندهم آآ تمانية وعشرين جنيه تقريبا انا جبت كيلو وهو وزلي كيلو زي ما انتم شايفين بيبقى شوية ناشف على شوية طاري حاجة بسيطة لكن مش كله طاري ومش كله ناشف بيبقى جهز على الاكل على طول وحلو جدا جدا بصراحة كمان البسكوت اللي هو الفريسكة مشهور عندنا جدا في اسكندرية واحنا بنحب وبنفضله لكن آآ لما بيتجاب مغلف كده بيبقى نظيف طمنا هو جاي منين وكمان آآ بيكون عليه تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية وفي منه سادة وفي منه محشي ده مسلا جوا عسل في حاجات تانية جواها شوكولاتة وفي حاجات تانية جواها زبدة لوتس على حسب يعني اهو دي الاطعم آآ دي المكونات قصدي بتاعته والانتاج بتاعه بيكون الشركة بتاعته معروفة ولها رقم اتصال كمان العبوة دي بيبقى فيها خمس قطع كل اتنين لازقين في بعض ومحشية عسل زي ما قلت لكم ودي سعرها اتناشر جنيه بتبقى حلو قوي مفضلة للولاد جدا جبت للولاد عندي بسكوت كاتاكيتو او شوكولاتة كاتاكيتو من شركة الشمعدان مشهورة جدا طبعا نطربنا عليها لكن كاتاكيتو ده حاجة كده تحفى شوكولاتة طعمها رهيب جدا الباكت ده في خمس قطع سعرهم آآ عشرين جنيه بدل خمسة وعشرين هو كان عرد والحاجة طبعا بتجيلك نضيفة لان يعني سواء طلبتها اونلاين او روح تشتريتي بنفسك بتلقي الحاجة يعني ما شاء الله حلوة جدا وهناك طبعا لو روحتي لكي الحق ان انت تختاري الحاجة وتبعدي عن الحاجات اللي الناس بتفتحها لكن لما تطلبي في البيت زي كده بيجيلك حاجات مهلفة وما تفتحتش قبل كده اهو طبعا هو اشكله كده عشان موجود جوه عرج ما هواش آآ بيتباع الوحدة بوحدة ده ده سعر عشرين بدل خمسة وعشرين جبت كمان الشوكولاتة دي انا اول مرة اجرواها هي اسمها روشن بالحليب آآ دي وزنها تمانين جرام بس عايز اقول لكم ايه شكلها حلو جدا هقول لكم دلوقتي هي انتاج شركة ايه او مستوردة منين بالزلط وعايز اقول لكم ان هي في منها الغامق انا طلبت لكن جاي لي الحليب آآ ان شاء الله اتوقع ان هي طعمها يكون حلو بلد المنشأ بتاعها اوكرانيا سعرها كان اربعة وعشرين جنيه ونص بدل خمسة وتلاتين تمام ده شكلها جبت كمان الزبدة الصفرة كالعادة دي تقريبا نص كيلو استرالي زبدة حلوة جدا آآ طبيعية سعرها مية وعشرين جنيه بدل من مية واربعين وتقدر يتغذي الوزن اللي انت عايزاه جبت بقصومات عادي خالص المطحون بتاع البني والحاجات دي سعر واحداشر جنيه ونص من ريتش بيك ممتاز جدا ده بدون اي اضافات او نكهات سعادة خالص طلبت كمان من قسم المخبوزات الطازة جلاش اهو من حلواني نورسين اللي بيكون فاتح في العالم ستار حلو جدا سعر الكيلو هناك آآ عشرين جنيه وده مص كيلو تقريبا عامل عشرة جنيه فريش وحلو قوي تقدر تستخدميه على طول او تشريه في الفريزر يعيش معاك لحد ما تحبي تستخدميه كبت دوراف شور من شركة سري ام اللي اتنين مع بعض بيبقى اتنين كيس مع بعض كده سعرهم خمسة وتلاتين جنيه تمام الواحدة تقريبا بتبقى نص كيلو لا الواحدة سبعمية وخمسين جرام يعني كيلو الا ربع بخمسة وتلاتين وكيلو لا ربع بنفس السعر يعني كيلو ونص تقريبا بنفس السعر خمسة وتلاتين جنيه جبت كورنفلكس يعني بصراحة مش بجيبه كتير عشان بصراحة مش بجيبه كتير عشان خطر الاولاد لكن آآ يعني عشان معمول بديه ابيض بس حبيت يعني ادلعهم شوية عشان احنا في الاجازة فجبت لهم وكورنفلكس من تيمز لقيت عليها عرض عامل سبعة وعشرين جنيه بدل تلاتة وتلاتين انا جبت البوبس ده لهو الكيور اللي بتعمل شوكولاتة اللي ولاد بتحباها والوزن بتاعه كان متين لأ ده تلتمية جرام اهو تلتمية جرام وعليها عشرية المية زيادة ظهره بقى بيكون فيه آآ طلع الاختلافات وكمان ورقة صغيرة كده للتلوين حلو بيبقى مسلي للولادي يعني جبت اللبن البودرة اللي دايما متعودين معي عليه لبن بودرة ميرو تلتمية جرام وسعره تمانية وعشرين جنيه ونص حلو جدا كامل الدسم لان فيه خالي الدسم وفيه النص دسم تمام بيبقى حلوة قوي تفضي وتستخدميه تقول الشهر في مشروبات او في اكلات زي ما انت يا حبيت جبت كمان الشاي آآ ده شاي احمد تيه شاي عادي شاي اسود مش اخضر الشاي ده ممتاز لان هو انجليزي وطعمه حلو جدا رغم ان انا مليش في الشاي لكن انا دايما بحب افضله ان انا اجيبه فشاي ناعم والعبوة بتاعته دي متين وخمسين جرام ربع كيلو سعرها سبعة وعشرين جنيه بدل سبعة وتلاتين جنيه نازل عليه آآ خصم عشرة جنيه جبت كمان البيض من فتح الله لان ما كانش عندي بيض خالص ما فيش امكانية ان انا اطلب بيض فجبت البيض اللي عندهم من المتوفر وهو بيض اللوتس دي اسم المزرعة او الشركة آآ اللي بتنتج البيض تلاتين بيضة سعرها ستين جنيه بدل خمسة وستين اهم حاجة بصراحة في البيض ده انك لو روحتي فتح الله او اي سوبر ماركت كبير بتعرفي تشيل البيض وانت مروحة ما بتخافيش عليه يتكسر بسبب ان فيه كارتونتين فيه واحدة فوق واحدة تحت فمهما قلبتي في العلبة وشلتيها كده او كده او ايا كان هتروحي تلق البيض كله سليم ان شاء الله طبعا لانه آآ بصراحة مغلف كويس اول جبت جبنة ومسلسات تعمى للاسف مش بعرف اغيرها او آآ ابطل اصلا المسلسات لكن يعني آآ مش مشكلة بقى آآ دي آآ اربعين كتعة سعرها سبعة وتلاتين جنيه تمام جبنة المسلسات العادية جدا جبت هنا شوية آآ اجبان او جبنات على حسب هنا جبنة تركي قديم سعرها خمسة وتسعين جنيه جبت تقريبا ربع كيلو او ازياد شوية حاجة زي كده فيها قطع فلفل وبتبقى حلوة جدا جبت طبعا الجبنة الريكفورت ما قادرش استقن عنها طعمها بيبقى حلو وبتفتح النفس سعر الكيلو منها مية وخمسطاشر جنيه والكمية دي عاملة اربعة وعشرين جنيه جبت كمان الجبنة الاسكندراني اللي بقطع الفلفل الحار طحفة هي عاملة زي الجبنة النشفة الحدقة والفلفل الحامي اللي فيها ده بيديها نكهة حلوة جدا سعر الكيلو فيها اتنين وخمسين جنيه والكمية دي بستاشر جنيه اخر حاجة معنا هنا وهي التركي المدخن من لانشون حلواني او من شركة حلواني ده تركي مدخن يعني آآ لحم الرومي المدخن تمام كده هو بيبقى فاكت في تمن كيلو يمكن اقل ده مية وعشرة جرام يعني على حسب استهلاكك فيه انا بجيبه بس عشان خاطر فرض واحد عندي في البيت اللي بياكله فما بجيبش كمية كبيرة فالوزن بتاعه ده آآ سعره تمانية وعشرين جنيه الكيلو منه بمتين وستين طبعا هو حاجة غالية جدا من اغلق انواع اللحم المصنعة يعني وبس كده تعالوا بقى نشوف المنظفات سريعا كده وخلاص هيكون الفيديو بتاعنا ده المنظفات زي ما تشايفين ومش حاجات كتير ولا حاجة خالص ولكن يعني انا حبيت اجيب الحاجات اللي انا قصاني فقط جبت اول حاجة المنازيل يعني الورقيات والمناصفات في العموم يعني المنازيل بتاع من شركة ويت نازل عليها عرض خمسمية وخمسين منديل للباكت والباكت تلت توقات والتلت عبوات دول سعرهم تسعة وعشرين جنيه بدل من خمسة واربعين جنيه تمام كده اهي انا جبت لان في ميديم وفي اكس ده مقاس الباكت نفسه جبت كمان مسحوق آآ غسيل انا جيبه بزيادة يعني انا عندي بس حبيت اجيب زيادة عشان العالية عرض يقعد معي فترة كويسة والصلاحية بتاعته شغالة كمان مدة حلوة ده حلو جدا جدا السادة بدون اي اضافات لان ريحته بتكون قوية وحلوة جدا هو خمسة كيلو آآ مركز لكن آآ السعر او السعة الحقيقية اتنين لتر ونص اهو دي السعة الفعلية بتاعته اتنين لتر ونص وسعره سبعة وخمسين جنيه ده طبعا غسيلات اوتوماتيك وابيض والوان يمشي اللي اتنين جبت كمان منديل وايت بتاعت المطبخ ال اكس لارج دي ممتازة جدا 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 يعني حاجة كده تحفة باستخدمها في كل حاجة تتخيلها في المطبخ ممكن المع بها الرخامات يعني اشيل منها فتفيت المع اشيل الحاجات الزيادة اللي على الرخامة امسح تربست الصفرة امضف البتكاز بعد اما بخلص الحاجات دي كلها ما باستغناش عنها وطبعا غير ان احنا لو قلينا في الزيت بنتلع عليها الاكل لكن انا بطلت اليه فاستخدماتها برضو مازالت عندي مستمرة اخر حاجة معي وهي الوايبس انا جبته برضو من وايت لان عليه عرض ده انا بستخدمه بصراحة في التنظيف عموما والتلمعات والحاجات دي كلها ممتاز جدا جدا واحيانا بنضف بي البتكاز لو التنظيف بتاعه مش عميق قوي سعر الباكت ده تسعة عشر جنيه في اتنين وسبعين منديل عملي جدا 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 بس كده دي النهار ده كانت المشتريات بتاعتي بالعروض والاسعار بتاعتها يعني الحاجة اللي انا جبتها كلها كانت نقصاني ما جبتش زيادة عنها ولا اقل والحمد لله يعني ربنا يدمها نعمة وما قطعها عادة ابدا كل شهر نشتري طلباتنا مع بعض وتستفيدوا معي بالاسعار والعروض ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ما تنسونيش في دعائكم الطيب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني اشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قلبي